قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم حظر التظاهر داخل الجامعات دون الحصول على تصريح مسبق بذلك من رئيس الجامعة بما فيها التظاهر السلمي وكان أحد المحامين قد أقامت دعوة القضائية مطالبا بإصدار حكم بحظر كافة أوجه التظاهرات التي لم يتم الإختار بها مسبقا والحصول على إذن بها من رؤساء الجامعات يعقد مجلس جامعة القاهرة اجتماعا اليوم لمناقشة قرارات الحكومة الخاصة بالسماح للشرطة بالتواجد بالجامعة خلال فترة الامتحانات لتأمينها والتصدي لأعمال العنف وهي القرارات التي صدق عليها المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الأخير ويناقش المجلس أيضا كل ما يتعلق بعملية سير الامتحانات بالجامعة كما يناقش المجلس مجموعة من القضايا أولها المذكرة المقدمة من الدكتورة هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة والخاصة بحث موقف الأستاذة المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابي أصدر مجلس التأديب لاستئنافي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة قرارا بفصل خمسة من الطلاب على خلفية واقعة الاعتداء على الدكتور علي جمع مفت الديار المصرية السابق وهم محمد السيد وسيف الدين محمود الطالبين بالفرقة الأولى وأحمد مصطفى أحمد ومحمود محمود محمود بالفرقة الثانية بالكلية ومحمد سيد محمود بالفرقة الثالثة بالكلية مستمرين مع حضركم في الحال الآن ولكن بعد فاصل قصير بمشيئة الله اشتركوا في القناة